موسيقى يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما معرحة البل يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طالع ما معرحة البل صباح الخير مشاهدينا أهلا بيكم يوم جديد وحلقة جديدة وصباح السحة والجمال النهاردة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 و29 سفر 1441 مشاهدينا النهاردة هنتكلم عن حياتنا الزوجية شوية وإيه هي الأخطاء اللي ممكن نقع فيها الأزواج يعني ما بينهم وبين بعض هنتكلم عن التواصل وإيه هو التواصل وفن التواصل بين الأزواج لأن في الفترة الأخيرة بيحصل دايما دايما طلاق ودايما بيحصل مشاكل كتيرة جدا في الأسرة وللأسف في الآخر الأطفال هما اللي بيدروا في الموضوع وبعدين النهاردة هنتكلم عن التواصل شيء مهم جدا التواصل بين الأزواج بيكون لما يكون في تواصل ناجح بيكون بينهم نجاح في العلاقة بيكون بينهم صدق واحترام وثقة بالنفس كمان فعشان كده لازم نعرف إيه هي الخطوات الصحيحة لنازم نتبعها في التواصل بين الأزواج وكمان هنتكلم إزاي يكون التواصل بيننا ناجح وأهمية التواصل في الحياة الزوجية النهاردة هنعرف مع الدكتور خالد لاشين مستشار العلاقات الأسرية والتربوية مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل دفنة ونكمل حوارنا يا صباح السحة والخير والجمال والشمس هي طالعما مع رحتي ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ولسا مكملين معاكم صباح السحة والجمال وبنتكلم النهاردة عن التواصل بين الأزواج يعني لازم يكون بيننا حوار وحوار كمان يكون صحيح والتواصل دايما بيقرب العقول لبعضها يعني بنفهم بعض بيقلل الخلافات شوية بيدي ثقة بالنفس للزوجين بيدي تفاهم بينهم وبين بعض علشان في الآخر يكون عندنا أسرة سوية وأطفال أسوياء احنا النهاردة معينا الدكتور خالد لاشين مستشار العلاقات الأسرية والتربوية صباح الخير يا دكتور خالد وأهلا بحضرتك صباح النور يا فني شرفتنا في صباح السحة والجمال أهلا بحضرتك أهلا بك للأسف دكتور خالد التواصل يعني في أزواج كتيرة جدا مش فهمة يعني إيه أولا كلمة التواصل ثانين أهميته إيه في الحياة الزوجية نعرف مشاهدين الأول إيه هو التواصل وكمان أهميته في الحياة الزوجية تمام بداية فكرة التواصل بشكل عام فيه شوية حاجات بتتعمل كده كلمات مثلا بتتقال أو حاجة لأنه لتلوي تعريف كتير قوي لكن إيه هو المعنى من التواصل التواصل بشكل عام إذا ما كانش فيه حاجة اسمها need satisfaction أو تلبية للاحتياجات بتاعة الطرفين ما هنسميه أي حاجة تانية غير أنه هو يبقى تواصل تمام ممكن يبقى argument ممكن يبقى أي حاجة تمام لأنه فكرة بتتنقل من شخص لأخر مطلوب منها أنها توصل أو أوصل بيها لنتيجة معينة إذا ما درش أوصل لنتيجة معينة دي عفوا كده بقى أنا ما وصلتش للي أنا عايزه كويس؟ فبداية أنا لازم أعرف كويس قوي أنه ده تواصل يعني تلبية للاحتياجات واحد بيتكلم في موضوع عنده احتياجات معينة للطرف الآخر عايز منه مثلا اهتمام معين أو عايز منه أن هو يوصل له فكرة معينة فالآخر لازم يفهم كويس احتياجات الشخص الآخر وهو بيكلمه عشان يقدر يلبيله احتياجاته ده بشكل موضوع يبقى في تفاهم كمان يا دكتور خالد مع بعض يكون في التفاهم والحوار بالضبط زي ما حاجة بتقولي لو أنا قدرت أعرف احتياجات الشخص الأدامي هو ده اللي بينتج عنه التفاهم لأن أنا ممكن أعود أسمع شخص ما أبقاش فاهم هو بيتكلم في إيه أو احتياجاته إيه إنه دايما الكلام اللي هو الناس بتقوله بيبقى تحتية دوافع أو احتياجات بشكل موضوع لازم أعرف الكلام ده هاسمعه وأنا بسمع الشخص لأنه إحنا كتير أحد بيتكلم بس ما بيأخدش باله وما بقاش سامع أو وبيسمع بيبقى منتظر يرد على اللي بيتكلم ففي الآخر من كده ما أنا معرفتش هو عايز يقول لي إيه فالاستماع جزء أصيل في الحوار مش الكلام من الاستماع من الطرفين من الطرفين والشخص اللي ما بيسمعش معناه أنه مش يعرف يحتاجات الطرف التاني إيه فكده بيكلم نفسه فقط آه تمام؟ صح طيب الجزء بتاع أهمية الحوار شكل عامل الحوار بالنسبة للزواج يعني مثلا أو المؤسسة الزواجية هو العمود الفقري بتاع المؤسسة الزواجية ما فيش حوار فيش هلال تام في العلاقة لأنه الحوار ده متداخل في كل تفاصيل الحياة نحن معتبرين للحوار بعض الناس يعني معتبرين أنه هو ده حاجة إضافية أو حاجة فأخ كده كده الدنيا ماشية لا هو مش ماشية كده كده بنتقابل ونتكلم في أي موضوع بنتكلم بس للأسف بقى فيه دلوقتي مشاكل كتيرة جدا بين الأزواج جدا بالزلط طبعا عشان كده حقيقة أساسا أنا عزيني فأنا بين الكلام وبين التواصل أنا ممكن أتواصل من غير كلام التواصل فيه نوعين منه فيربل ونان فيربل اللي هو تواصل لبزي وغير لبزي تمام؟ مش القصة هنا أنا أتكلم وهتكلم في إيه؟ نتكلم في مشاكل البيت ونتكلم في مشاكل الولايات كل يوم ده جزء من الكلام لكن فيه بقى تكلام كتير أول كلام التاني ده هو اللي بيساعد لإننا نقرب وجهة النظر نفهم بعض أكتر ونقدر نحل مشاكلنا بشكل إيه؟ مبسط تمام؟ تمام فنرجع للأهمية تاني الأكسجين ده لو أن أضع الإنسان سنتخن لو الحوار ما بقاش موجود في اللاقات الزوجية بتتخن عشان كده بسرعة بيحصل موضوع الانفصال اللي حاصل دلوقتي معنا النهاردة عندنا عدد كبير جدا من الحالات الانفصال بنتكلم في أربعة مليون مثلا الحالة في مصر منهم اتنين مليون في السنة الأولى للزواج رقم كبير جدا طب إزاي في السنة الأولى؟ طب دكتور خالد وفي السنة الأولى دي مشكلتهم أنه ما عندهمش تواصل ما فيش تواصل بينهم وبعد ما فيش حوار ما فيش تفاهم طبعا مش كل الحالات بالشكل ده في حالات كتير فيها مشاكل حاجات أخرى يعني لكن الأغلب بتاعهم لوا علاقة بالتواصل النهاردة من الاشتراك اللطيفة مثلا اللي بتجي أنا عايز أن تفصل قاياس كده ليه حضرتك عايز أن تفصلين؟ بقالكوا قدامك جاوزين بقالنا 25 يوم 25 يوم وأسهنا اكتشفت أن وجهة نظره مختلفة وطريق التفكير مختلف حقيقة ده اكتشاف خطير يعني اتكتشفت في 25 يوم أنك مختلفة عنه في التفكير أكيد لا طبعا طب في فترة الخطوبة يا تكتور خالد يعني ببقى برضو ما فيش حوار ما فيش تواصل بينهم ومن بعض وفترة برضو بعد الجواز بقى كمان ما هو الخطوبة حقيقة زي ما تفضلتي كده المفروض أنها معمولة على أن احنا نفهم بعض ويبقى فيه نفتح قنوات حوارية بنا من بعضينا مش معمولة لأن أنا بفكر في حاجات تانية يعني مثلا الشاب يفكر في حاجات أخرى هو مش مؤمن ما عنده أساسا نتكلم ولا ما نتكلمش أعرف حاجات معينة هتسافر فين هقضي الهانيمون فين وهكذا البنت مثلا دخل الخطوبة أنا ممكن أعرف معلومات عن الميكب أرتس أكتر من عريسي تمام أعرف هيعمل لي إيه تمام كده هيتعاملوا بعد الثاني يوم زواج وهكذا الفكرة كلها هنا أنا أرسي قواعد للحوار ده عايز استقرار يبقى فيه حوار كل ما يزيد للحوار يبقى يزيد الاستقرار بتاع الأسرة دي يقل للحوار تزيد المشاكل طبيعي جدا ده ده أبسن ده مهمة أوي مفيش عندنا حوار ويبقى مفيش عندنا حياة أنا بحس إنه مفيش حياة تبين يا دكتور خالد نقول يعني ممكن يكون من المسؤول في بداية التواصل بين الأزواج الزوجة ولا الزوج تمام أي علاقة بين اتنين في الدنيا بتبقى مسؤولية الطرفين ما أقدرش أقول أن الطرف ده هو المسؤول لوحده أو الطرف ده هو المسؤول لوحده بس الحقيقة المهمة اللي مغايبة عن كتير من الناس أن الحوار والتواصل محتاجين مجهود ده مش موضوع هيجي لوحده ده أنا محتاج أشوف الطرف اللي قدامي واتعامل معاه وفكر هو بيفكر إزاي وعرف احتياجاته ولبيه والطرف الثاني مطلوب منه يعمل نفس الحاجة طرف واحد هو اللي بيعمل كاته فالموضوع المسؤولية مش ملقاه على طرف واحد الزوجة تفهم طبيعة الزوجة بتتكلم إزاي بتفكر إزاي الزوجة طبيعة أساساً المرأة بتفكر أساساً بمشاعرها نيجي بقى نتكلم في الزوجة بتتكلم إزاي مع جزعة التواصل المفروض بطريقة عاملة إزاي صوتها حركات إيديها الانفعالات لازم يبقى فيه كده ترتيبات للزوجة تبقى عارفة معنا إن هي إزاي تتعامل مع الزوجة علشان في بداية التواصل يا دكتور خالد لو لقينا الست نبرد صوتها مثلاً عالية أو حركة أو حاجة بتلاقي الحوار أو التواصل خد إتجاه تاني ومشاكل كبيرة جداً صحيح طيب أنا هقول لها كذا نقطة عشان الواحد قبل ما يخش مرحلة اللي هو للحوار قبل ما تبتدي أي حوار لازم تاخد بالك من الأول إحنا قلنا رقم واحد إنه ده تلبية تحتاجة رقم اتنين عندك هدف من الحوار هتتكلم فيه ولا ببقى هدفك إيه أسوأ حالاً بنحط أهدف تانية للحوار عندنا أهدف مثلاً هو إن أنا متدقى منه مثلاً في حاجة فبقى أصلاً بدخل الحوار ده استفزه مثلاً حلو كده أو إننا مش وقدة بقى لإنه فيه اختلفات بينه وبينه هو المفروض هو يبقى فاهم زي ما نفاهم بنختلف مثلاً في أي موضوع إن كان مثلاً على الولاد هو ليه ما بيفكرش في موضوع التربية زي زيه بالضبط هو هو ما ده كان مختلف وأنا كان مختلف فمتقبل الاختلاف تمام النقطة الثالثة اللي هو إن الحوار فيه جزء منه لفظي زي ما قلنا وجزء غير لفظ تمام خلينا أساساً نعرف إنه الجزء الغير لفظي بيمثل 90% من المعلومة اللي بتتنقل مزبوط مش الكلمات ومهم جداً يعني الكلمات بتمثل 7% تمام الغير لفظي مقصوم نصين حركة الجسم اللي هو البادي لانجوش يعني ونظرة العين مهم جداً والنص التاني تقريباً يعني اللي هو الايه الكلام النبرت الصوت نبرت الصوت الكلمات لا تتعدى 7% فقط لغير تمام يبقى هقول الكلام إزاي ده مهم جداً القائد كلام فعلاً مهم جداً أنا ممكن أقول الكلام أروح مشوحها بإيدي مثلاً عاملة كده أو أتكلم بطريقة حدى من الصغير لسه متجاوزين جديد عايز أتكلمه في موطوع وأنا بتكلم معاه أول ما بتيدي أساساً الكلام معاه بروح بصره بنظرة حدى كأنه بتكلم طفل صغير أو بصر أو عاملة بإيدي مثلاً تمام أو صوتي حد جداً اللي هو شكل الأوردر طب ما أنا غبية مش هستجيب مش هبقى سامع اللي هو بتقول ونفس الحكاية بالنسبة للزوج زوج ورده بيعمل نفس الحكاية دي إنه مثلاً عايز يطلب منها حاجة بيعتقد إنه هو لو شخط كده أو عمل كده إنه ده هيدي له مساحة إنها تستجيب اللي هو بيعمله لأ خالص هو الكلام بيتقال بطريقة بتدي نتيجة يبقى من هنا نقدر نقول فيه أخطاء بيقعوا فيها الأزواج في التواصل مع بعض طبعاً الأخطاء إحنا لو جهزنا الأول إن أنا داخل مش هعمل كده مش هقول الحاجات ده هيت اللي أنا بعملها جاهز إن أنا داخل في حوار فيه طرفين متقبل فكرة الاختلاف بيني وبين التاني تمام إنه هو لو وجهة نظر وأنا لو وجهة نظر زي ما أقول الحقيقة كده أنا أكتشف اللي بتقول في 25 ومننا مختلف طب ما هو طبيعي إنه مختلف ما هو أكيد ما إزاي تمام بعدين هلسه ما اكتشفناش بعض الناس بتقعد مع بعض يعني مثلاً نفترض عن ده 25 إنت بالي 25 سنة ما تعرفيش عن طريق التفكيري كنتي 10% ده الإنسان كده كل يوم بيكتشف عن نفسه حاجة ففي 25 يوم اكتشفت الشخص اللي قدامك دي حاجة يعني إيه ده مش فكرة مصبوطة نيجي للأخطاء أي حوار في الدنيا حاجة مثلاً دلاتي بتكلم أحد في المباعل كويس وبعدين الخط فصل حال فبيحصل إيه أي كلام هتقول إيه بعد ما الخط بيفصل ده إيه مش مسموء خلاص عن عيد المكالمة مرة تانية لو أنا ابتديت كلام حوار بنقد أو بلوم كأنه خط فصل أول جملة نيجي مثلاً للزوج عشان بيكلم عن الزوج أول الكلام هو أنت ما عملتش كذا هو أنت ما بتهتمش بكذا هو أنت مش فاهمني أنت ما انتش فاهم أنت ما انتش أي جملة فيها نقد أو لوم كده أنت عملت إيه بلوك خلاص خلص الموضوع أي حاجة هتقولها بعد كده حتى لو كان رأيك صحيح أو فيه تقصير منه أو أياً كان النتيجة أنه البداية بتاعة الكلام فيها لوم أو نقد اتقفلت تمام فما ابتديش أي حوار مع حد تاني ده أنا لو بكلم طفلة صغير ما بقولوش أول جملة أنت مقصر أو أنت وحش أو هكذا تمام كده طيب رقم اتنين أنه وأنا بتكلم فكرة المقاطعة مهمة جداً الفكرة دي أن أنا بقاطع مقاطعة مستمر كل ما هو بتكلم أرد علي برد أساساً بسرعة عشان ألحق أساساً بتقول في جملة أساساً بنسى طب ما هو أنت بتنسي وهو بينسى ما فيش حد فينا أساساً هيتكلم إحنا الاتنين هنقول بسرعة تمام طيب ما خدناش برنام الفكرة تأساساً أنه هو المقاطعة دي بتخليني مسامع أو أنا بسمع عشان أرد ولا بسمع عشان أفهم الفرق كبير لأنه الأكتب اللي سننجيعني هو الاستماع اللي هو المؤثر أن أنا بسمع التاني عشان أفهمه بس للأسف دكتور خالد دلوقتي إحنا بقناش نفهم يعني الحوار في زعيق ومشاكل وبتش فهمه هو عايز إيه أو أنا عايزة إيه تبنبتدي إزاي تبنفهم بعض إزاي طبعاً بحيثت أن الطريقة كلها في الأول وفي الآخر غلط في طريقة الأسلوب فبالتالي الطفل بقى بيشوف الحاجات دي وفي الآخر ما بعرفش يتعامل إزاي فما فيش هنا بقى فيه حوار ولا بقى فيه تواصل راقي وشيك بين الأزواج خالد صحيح يا فن طيب هو حيث بقى على جملة أن الطفل ما بيعرفش هو يتعامل إزاي هو أغلى بالظن أن الطفل هيعرف هيتعامل إزاي بس هيعرف غلط هيعرف غلط لأنه هيسمع أنه دي طريقة الحوار الطبيعية الصوت العالي أو الانفعيل ليه بعد شوية بيردد الأسلوب دهوت وهو بيتكلم مع زميله أو حتى مع الأهل نفسه كمان فإحنا نقل بالنا أن دي مشكلة كبيرة طيب غير أنه هو هيتنقل منها الكلام دهوت هو البيت اللي مفهوش حوار البيت مش مستقر والبيت اللي مش مستقر مفهوش تعامل مع أطفال في أطفال عندها مشاكل كتيرة جدا لأننا لما أكون عند مشاكل مثلا الزوج عندها مشاكل مع الزوج هتبقى قادرة أنها تتعامل مع طفلها الله يا دكتور خالد إحنا زماني أيام بقى لأهلتنا وأهالينا بعد المغرب يبقى فيه فترة كده نعود نتكلم فيها يبقى فيه حوار بين الأب والأم والأولاد وفيه حوار اللي هو التواصل العيني يعني العيني تيجي في عين بابايا كده أعود أتكلم معاه وأفهمه وأشوفه بيتكلم في إيه والأم دايما تلاقي نبرد صوتها هادية وطيبة جدا في البيت طيب من هنا بقى يا دكتور خالد العدم التواصل اللي بقى بين الأزواج ده والمشاكل الكتيرة والطريقة والأسلوب والخمايات والمشاكل دي كلها نتيجة إيه الأسباب هو فيه حاجتين فيه جزء خارجي ما لنشع علاقة بيه اللي هو الضغوط والظروف والأخ بتاعترحي بشكل عين يبقى ما جزء الداخل بتاعه لأنه ده على الناس كلها طب ما الناس كلها عندها ضغوط وظروف سواء كان حلقة اعتصادية وحلقة وكذا صح لكن في النهاية فيه أسر تانية قادرة إنها في ظل الظروف دي قادرة إنها تتواصل بشكل جيد المشكلة ببساطة إنه فيه ناس ما بيحصل لاش موضوع اسمه النضج النفسي تمام إن أنا بتعامل زي ما كنت بتعامل زي الطفل الصغير الطفل هو صغير تمام عنده مشكلة حيث لما تقول مثلا هاتلي الحاجة الفلانية أو أنا مثلا عايز أروح الألعب لو قلت له مثلا طب هأجلها أقول ما تبتدي كلام في إنه حاجة مغيرة للصورة اللي في دماغه مش عايز يسمع حاجة تانية بعدك تمام المفروض إن الإنسان لا ما بيكبر بيغير طريقة التفكير دي تمام نسبش بيكبر سننن بيكبر عقلا ففيه ناس كتين ما تنضجش فعلا دي حقيقة وخاصة مع الجيل اللي هو المتوسط مثلا أزهر شوي ده لازم أخد بالي من الفكرة دي لأنه هو أنا بتعامل مع شخص أول ما بتيدي كلام معاه مجرد ما تقول له مثلا إن الصورة مغيرة للسناني اللي في دماغه يعني إيه زوج تقول مثلا زوج وإحنا عايزين نعمل مثلا كذا يمجمع لأ أنا عندي الحاجة الفلانية يمجمع تمام بس خلاص لو قلت لي إيه بعديها ممكن يكون عنده فعلا وجهة نظر أو عنده حاجة عايز يعملها تمام لأ هو كده أنا خلاص الحوار لنسبة لي تقفل هبتدي بقى أعمل إيه مارس عليك ضغوط يا إما تكلم بترها مش لايقا يا إما أنا أستخدم ألفز حدة مثلا أو حاجة يا إما أزعل يا إما أزعل وهكذا فالمقابل الناحية الثانية يزوج برضو نفس الحكاية إنه هو إيه وضع النجمع أنت بتعمل إيه مجمع مثلا في بعض الأزواج عندي يوم الجمع أنا بلعب مع أصحابي بلاي ستيشن تمام طب ده يعني مفهوض أن أنت مسؤول ومفهوض أن أنت اللي هو الويك اند بتاعك ده أنت الوقت بقيت راجل متزوج وعندك أسرة وعندك أطفال ليه محق عليك ممكن تقسم يومك ما بين ده ما بين ده يعني مش فكرة أن أنت تنفصل تماما أنا بقى أستدى الويك اند بتاعي ودي الأجازة بتاعتي ما هي المشكلة دكتور خالد إن الفجلة هنا بقى في الفترة دي يقولوله لأ أنا عايز أقعد لوحدي عايز أخرج مع أصحابي عايز أشوف شوية ده أنا مضغوط من شغله ومن المصاريف ومن البيت ومن الأولاد فتلاقيه واخد نفسه كده وقاعد يوم لوحده في أي مكان أو ما بهتمش قوي في اليوم الويك اند بتاعه إن هو يعود ويكلم الأولاد ويبقى بينهم حوار والزوجة تبقى أول واحدة قاعدة برافا هي دي أنا أقول لحاجة بقى شبت الجملة حاجة بتقولها دي دي علامة يعني عرض لمرض إنه ما فيش حوار لو أنا على طول ببقى عايز أفصل عن الأسر وأروح أعود لبرة في كافية وأعود في الحتة أعمل أي حاجة خارج المكان يعني أنا ما عنديش حوار بقى لإن لو فيه تواصل وفيه حوار يبقى أنا هحب المكان وهيبقى عندي سادة طبعا مش هعود فيه طول الوقت لأنه رجل بيحب عنده حاجة اسمها الناثين بوكس بيحب يقعده واحد شوية يفصل بيفرق دماغه بطريقة اللي هو الفصل اللي عنده بيقوله علي لكن برضو هبقى عايزة تواصل واتكلم إمتى لو فيه حوار مع الزوج لو أنا بحب الكلام معها وفيه بين بعض أساسا النقاش غير لما بيكون النقاش اللي هو معطول المصود بإيه إن أنا هستناكي مجمع عشان أقول لك إن إحنا عندنا تسعين مشكلة أول ما يخش من البيت كده أفضل أقول له مثلا كذا مشكلة ما هي دي على طول شوف أولادك أول جملة ما هي دي بقى فعلا فلما بيذكرش وفلما بيعملش والتاني ما رجعش من بره بلا بلا تمام يلاقي نفسه وعايز ياخد بعضه ويأساسا ما هنا بقى دكتور خالد باون نوجه رسالة للزوجة إن هي تنقل وقت المناسب علشان تعرض المشاكل اللي بتبقى موجودة خلال اليوم أو عايزة تتكلمه في أي موضوع نقل وقت المناسب هو حقيقة نوجهها للزوجين الزوجة والزوجة الاتنين عندهم فكرة دي التوقيت ده شي مهم جدا جدا من ضمن معوقات التواصل الناجح التوقيت تمام مهم جدا لعني مثلا بيختار الزوجة هو داخل بيفتح باب الشقة وراجع مثلا من مشوار أو شغله ومرهق والزحام والمشاكل يفتح الباب ألاقي مطلوب منه بص ده مطلوب هنقشف موضوع مثلا لعلقة بمدرسة الولاد دلوقتي تمام معين الموضوع مش هجره له حاجة خلص لو تأجل لو تأجل فعلا طبع عشان أوصل نتيجة كويس هيبقى الأول أنتظر على الوقت اللي هو الكافي بالنسباله إن هو ياخد راحته ويرجع تمام الزوج نفس الحكاية مثلا الزوجة الصبح مش عم بتأمل إيه الولاد المدرسة وبعدين رح تناد بعدين رجعت جينا الساعة تسعة بالليل وعايز نقشها في موضوع معين هي هنا مش جاهزة لأنها تكلم بنا أدمين خالص تمام لأنه فيه توقيت كده بعد الأرهق بتعليون كله وبعد الهوموركا والآخر مش ده الوقت المناسب بتاع إنه بيجاد عن النوقت اللي هو بتاع النوم عم تنسى الإنسان صحي من نوم أو بالذات الرجل داخل ينام بالذات الزوج الزوج بالذات أسسان عنده مشكلة في الجوزء بتاع اللي هو بتاع النوم بعايز ينام هذا مشكلة بس أسمها النوم لأنه ده دفولت بتاع الزوجة لأنها أمة أصلا ربنا ما هيئة على أنها تعرف تنام كذا مرة يعني ممكن تنام وتوصحة تاني وبعدين كمان نص ديها تنجح تنام تاني تمام ده الطبيعي بتاع الرجل اللي ينام فترة بينام فترة مثلا مناسبة بس فمقابلها لازم أقول حاجة مهمة جدا للزوج طب أنا اخترت الوقت بعد الزوجات تقول لك إيه طب ما أنا استنت لما أخدخها من البيت وبعدين كان وبعدين نام وبعدين صحيح من النوم نزل طب ما أنا هكلمك أنت يبقى أنت عشان هي تطلب منها أنها تديك وقتك مناسب تكلمك في خصصتها الوقت ده لازم هو كمان يبقى في توازن يا دكتور خالي يبقى في اتفاق بيننا وبين بقى يبقى لها الوقت المناسب ده كذا هي تتكلمك في الوقت المناسب ده لكن ما عندكش وقت خالص أنها تطلبت أنك أنت تسمعها هنا أعرف أن في مشكلة كبيرة جدا وإحنا لازم يكون نراجع تفكيرنا من أول وجديد ولازم نفكر كويس ونعرف عن إيه تواصل نعرف عن إيه حوار علشان في الآخر تبقى عندنا أسرة سوية وأطفال أسوياء كمان نصيحة دكتور خالد بتقدم لها المشاهدين على كل زوج وزوجة ما عندهمش لسه حتة التواصل دي بينهم وبين بعض التواصل بشكل مبسط نحتاج مجهود من طرفين وقلنا أنه عبارة عن تلبية للإحتاجات تسمع أكتر ما تتكلم تسمع كتير فتعرف إحتاجات الطرف اللي قدامك أنك ممكن تقول كلمة تبقى مفيدة جدا بالنسبة له ممكن تقول عشر كلمات بلا قيم لو لبيت إحتاجة الطرف ده محسس أنها محتاجة أمان تتديها أمان حسس أنها محتاجة مثلا اهتمام بتتديها اهتمام ده بيبقى كافي جدا بالنسبة لك أنا خاف على بعض ونفكر بصفة عالية مع بعض ده قد إيه بيدينا طاقة إجامية وحلوة جدا نقول لهم حاجة أخيرا أنه هو موضوع المجهود مهم جدا أنه أنت ما تفتكرش أنه ده مش هيحصل لوحده ممكن أنت بمتصور أن الطرف اللي معك هو مش كويس أو مش حافظة تواصل معه وممكن يكون هو كويس جدا بس أنت مش أخذ بالك لأنك أنت تبذل مكوت في التجاه وهو يبذل مكوت في بيطة أبو العطايا الجميل أوه يقول وكيف يهدو كمان ونعود ما لم تهز يدك الوطر يجب أن تبذل مكوت فمقابل أنك أنت الاحتواء والاستماع ده محتاج مكوت من الطرفين طبعا بشكرك جدا يا دكتور خالد عن نصيحة الجميلة دي وعلى اللقاء الجميل ده جدا وإن شاء الله يكون لنا لقاءات مع بعض تاني بإذن الله شكرا لحمد للسد مستشار العلاقات الأسرية والتربوية مشاهدينا يارب تكون الحلقة عجبتكو وأهم حاجة فعلا أننا نحافظ على أسرتنا وأننا نحاول نشوف لأن في الآخر لازم نطلع أطفال يكونوا بصحة جيدة ونفسيتهم كويسة علشان يقدروا يواجهوا الحياة طبعا بنشكركم كلكم وبنشكر اتصالات للأسف معرفناش نخدها النهاردة لأن الوقت كان قصير فإن شاء الله نتكلم معاكم في مواضيع تانية بإذن الله ويا رب تكون الحلقة عجبتكو وأشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة وصباح الصحة والجميلة شكرا جدا يا صباح الصحة والخير والجميل والشمس هي طالعما معرحت البل يا صباح الصحة والخير والجميل والشمس هي طالعما معرحت البل يا صباح الصحة والخير والجميل والشمس هي طال عامة معرحت البل يا صباح السبب